احبائي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وسؤال جديد من برنامج مدارب حياة مسيحية السؤالة النهاردة بيقول ايه انا بحب كل الناس في الشغل حلو خالص ده طبيعي طب ماشي انا بحب كل الناس في الشغل وعندي مدير لا يحب الاجانب ومش عارف اعمل معاها ايه انا عندي مدير بتاعي ما بحبش الاجانب مش عارف اعمل معا ايه سواء هذا المدير كان اجنابي او مش اجنابي انا هاخد السؤال علشان ما بقاش بس سؤال لحضرتك وبس سؤال للناس كلها انا بتعمل حلو جدا في الشغل وبحب الناس ومع ذلك المدير بتاعي او حتى الكليغ بتاعي شريكي من بابي عاملنيش معاملة حلو اعمل ايه حل حلو جدا بنقول دايما احنا كمسيحيين ما عندناش غير عملة واحدة ربنا يسوع المسيح ما عندناش غير عملة واحدة في جبنة وهي عملة الحب ما بنديش اكتر ما بنعرفش اي حاجة تاني غير الحب وبنقول ان احنا بنقسم الناس في حياتنا الخسمين الناس نحبهم وناس بنقبالهم لغاية لما نحبهم طب انا بحب باستمرار ومع ذلك الشخص ده بيعملني معاملة مش حلوة عشان انا اجنابي او عشان انا احسن منه او عشان ده ايا كان الحاجة اللي بيعملي بيها السبب اللي بيعملني بيها معاملة مش حلوة اعمل ايه ادي حب اكتر انا بادي حب بستقبل عدم حب العلاج ان انا ادي حب اكتر ادي حب اكتر لاني ما عنديش غير الحب ان انا اديه هقول لك على التمرين حلو انا كنت مرة قلته لاحدة تلميزات معايا في دور من الدورات كان نفس السؤال تقريبا بالطريقة ده هي ومديرتها ما كانتش بتحبها ما كانتش بتحب حب ده خالص قلت لها طب ببعتلها تاخد حب من غير ما تقولي لها حاجة يعني ايه وقالي طول الوقت بص لها كده من بعيد قولي انا بحب مفلانة انا ببعتلك تاقة حب انت في مقام والدتي انت في مقام اخت كبيرة بس بينك ومن نفسك ما تقوليش ولا حاجة بس كده فكاري فيها بالطريقة ده هي ابعتلها تاقة حب صدقوني بعد اسبوع جات قايتلي فعلا الست بتتكلم معايا فعلا بقى فيه نوع من الودة بينه ومن بعض ده بيحصل فعلا ابعت حب باستمرار هو بيعاملك معاملك غير ايه جباني معنى معنديش غير العملة دي معنديش حاجة تاني ابعت حب اكتر حب اكتر للناس باستمرار هبص تلاقي لازم هيرجع لك حب حسب الحاجة الطاقة الخارجة منك بترجع لك من نفس النوع تاني عيش بالحب ودي حياتنا كبسيحيين شكرا جزيلا